بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الأحبة نريد اليوم أن نناقش بهدوء وبعقلانية ونبني عقيدتنا على أساس علمي ومنطقي يعتمد أساسا على القرآن الكريم والسنة المطهرة الاحتفال بالمولد النبوي الشرف طبعا خلال هذه الأيام يصادف اليوم الذي ولد فيه خير البشر الذي كان مولده رحمة للعالمين قال سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الذي علمنا الرحمة هذا النبي هو نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم فالفرح بمولده وبعثته وبحياته هذا واجب على كل مؤمن يعني كل مؤمن ينبغي أن يفرح برحمة الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح الله أمرني أنا وأنت أخي الحبيب أن نفرح برحمته عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون والنبي عليه الصلاة والسلام هو من أعظم الرحمات التي أرسلها الله للبشر وأكد ذلك في آية عظيمة قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين طيب نحن الآن ولدنا في هذا الكون وجدنا أن الناس يخصصون يوما يفرحون فيه بمولد النبي عليه الصلاة والسلام يذكرون الله في هذا اليوم يجتمعون على درس علمي أو ديني يجتمعون على قراءة القرآن يجتمعون على تذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجتمعون على محبة الله يجتمعون في بيت من بيوت الله يستمعون للقرآن يتدارسون القرآن يتذكرون يوم ولد هذا النبي ويوم بعث وكم صبر وكم تحمل ليبلغنا هذا القرآن حرفا حرفا وكلمة كلمة بذل كل ما بوسعه لذلك هذا اليوم نحن وجدناه وجدنا الناس يحتفلون به فلابد أنا كمؤمن أن يكون لدي نظرة لهذا اليوم يعني هل هو بدعة مثلا يدخل في باب البدعة هل هو أمر اختياري هل هو واجب يعني نريد أن نفهم بناء على القرآن وعلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام أنا طبعا قبل أن أعد هذه الحلقة طالعت بعض أراء العلماء المحدثين وجدت منهم من يقول إن الاحتفال بالمولد النبوي هو بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وينبغي أن نبتعد عن هذا الموضوع هذا ملخص لفتوى لأحد العلماء عالم آخر يقول لا هذا اليوم ينبغي أن نفرح فيه ونحتفل فيه وفيه من الخير الكثير وهو يوم من أيام الله طيب أنا كمؤمن من أتبع هذا أم ذاك هل أبتعد أم أقترب لحظت أخي الحبيب مدام أمامك أكثر من رأي وأكثر من حكم ينبغي أن تشغل عقلك يوم القيامة لن تعذر بأنك اتبعت فلان أو فلان تقول يا رب والله أنا اتبعت العالم الفلاني لا مدام هناك أكثر عندما يتفق العلماء على مسألة وتتبعهم فيها تمام ولكن عندما ترى في مسألة اختلافا في كل واحد اجتهد ووصل إلى نتيجة فأنت ينبغي عليك أن تفكر لا تتبع بشكل أعمى لأن الله عندما قال في كتابه العظيم أفلا يتدبرون القرآن هذه الآية ليست للعلماء هذه لي ولك أيضا يعني أنت يجب أن تتدبر النبي عليه الصلاة والسلام قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين يعني هذا الحديث للعلماء فقط لمن يتخصص في الشريعة فقط لا هذا الكلام لكل الناس فواجب علينا أن نتفقها في الدين وبخاصة أننا في عصر العلم اليوم لذلك أحبة فلانا سأناقش معكم اليوم هذه القضايا أولا لماذا لم يحتفل النبي الكريم بمولده أو بأي مناسبة أخرى على فكرة يعني يعني النبي لم يخصص يوما للإسراء والمعراج لليلة النصف من شعبان لمولده لهجرته لا لا أو لانتصاراته مثلا لا لماذا هذا السؤال سنجيب عنه وإجابته ممتعة يعني كما سنرى بعد قليل طيب كيف كان احتفال النبي بيوم مولده هو كان يحتفل ولكن بطريقة رائعة أيضا طيب ما هي البدعة وهل المولد النبوي بدعة نريد أولا أن نفهم ما هي البدعة يعني قبل أن تقول لي كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رجب أن أعرف ما هي البدعة كيف عرف النبي عليه الصلاة والسلام هذه البدعة طيب أخيرا ما هي مخاطر تخصيص يوم للفرح بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أين الضلال أين الخطر أين المعصية نريد أن نبحث معكم أحبتي في الله وأنا سأنطلق كما قلت لكم سأعالج القضية بشكل حيادي أولا التعريف النبوي للبدعة النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار طيب ما معنى هذا الكلام؟ يعني كل عمل تراه جديدا بدعة يعني ابتدع شيء غير موجود في الماضي لذلك الإنسان المخترع يسمى مبدع أي أنه أبدع شيئا غير موجود في السابق أو لم يسبقه به أحد طيب كل بدعة ضلالة إذن أنا كيف أعرف أن هذا العمل بدعة وهذا ليس ببدعة أنظر إلى الضلال الكامن في هذه البدعة أو هذا العمل فأميز أنه بدعة أو غير بدعة مثال على ذلك أحبتي في الله أنا الآن أجلس أمام كاميرا طيب هذا العمل لم يفعله النبي إذن هو بدعة بناء على اعتقاد بعض الناس أن هذه الشاشة بدعة والإنترنت الذي أستخدمه عبر ملحدين يشرفون عليه في أمريكا عبر قائمين على مواقع فيسبوك ويوتيوب وعدد كبير منهم ملحدون هذا بدعة أنا أستخدم الآن جهاز وإنترنت وقمر الصناعي وغير ذلك كل هذا لم يستخدمه النبي عليه الصلاة والسلام فإذا أردت أن أعدد البدعة التي نقوم بها سنجد مليارات البدعة لو أردنا أن نعرف البدعة أنها شيء لم يفعله النبي إذن أن تقول لي هذا العمل لم يفعله النبي هذا ليس مبرر انتبه معي أخي الحبيب النبي لم يركب سيارة لم يركب طائرة فإذن تقول لي لم يفعله النبي هذا ليس مبرر النبي ماذا قال لنا مثلا سأعطيك مثال لتفهم حقيقة هذا الحديث قال كل مسكر خمر وكل خمر حرم النبي أراد أو يعلم علم عليه الصلاة والسلام أنه سيأتي يوم سيشرب فيه الناس الخمر ويسمونها بغير اسمها وهذا من علامات الساعة وفيه حديث أيضا بهذا الخصوص فلكي لا يأتي من يقول لك هذا ليس خمر هذا مثلا ويسكي هذا كوكاين هذا كذا لا قال لك لتميز الخمر من غير الخمر انظر هل هو يسكر هل يذهب العقل إذن أخذنا تعريف للخمر من النبي عليه الصلاة والسلام أن كل شيء يذهب العقل إذن هو خمر ينطبق عليه حكم الخمر فهو حرم طيب نأتي الآن للبدعة كل عمل فيه ضلالة فهو بدعة أنا لأميز العمل يعني أنا هذه الشاشة مثلا أعرض عليها الآن كلام أعرض حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذن هذا ليس بدعة ولكن أنا عندما أستخدم هذه الشاشة لعرض مثلا امرأة متبرجة أو أعرض عليها كلام بذيء أو فاحش إذن هذا العمل لا يرضاه الله وهو ضلال عن سبيل الله فهو بدعة لاحظ أخي الحبيب يعني أي عمل فيه ضلال اعتبره بدعة تمام يعني مثلا إنسان اخترع مشروب جديد ولكن هذا المشروب يذهب العقل إذن هو ضلال ما معنى ضلالة إنسان ضل عن الطريق يعني الطريق من هنا ضل عنه الله عز وجل قال لك لا تشرب الخمر شربت الخمر هذا ضلال هذا بدعة ولكن لتميز يعني لماذا سميت بدعة لأنها شيء جديد والنبي يعلم أنه سيأتي زمن سيكثر فيه من يقول هذه بدعة وهذه بدعة وهذه بدعة فجعلنا نميز يعني أعطانا قانون جميل جدا كيف نميز أن هذا بدعة وغير بدعة قال انظر إلى الضلال الذي فيه يعني أي عمل فيه ضلال هذا بدعة عمل يعني مثلا مثلا إنسان يريد أن يستغفر الله ألف مرة مثلا طيب هذا العمل لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام يعني ليس لدينا حديث أن النبي جلس كل يوم خميس مثلا واستغفر الله ألف برة إذن هذا عمل جديد طيب أنا كيف أميز أنه بدعة أو غير بدعة أنظر إلى العمل ذاتي العمل العمل هذا هل هذا العمل انحراف عن طريق الله لا لأن الله أمرني أن أستغفر فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفرا طيب كم مرة قال لك يا أيها الذين آمنوا ذكروا الله ذكرا كثيرا طيب واحد أراد أن يقول لا إله إلا الله خمسين ألف مرة ما كلمة كثيرة مفتوحة فتحديد العدد ليس بدعة أخي الحبيب البدعة يجب أن يكون معها ضللة لأن الحديث واضح كل بدعة ضلالة يعني أي عمل فيه ضلالة فهو بدعة وسيقودك إلى النار إنسان يذكر الله مئة مرة ولا مليون مرة هذا العمل ليس بدعة لأن ليس فيه شيئا من الضلل إنسان أراد أن ينشر العلم بطريقة لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام كما نفعل الآن نحن ننشر العلم عبر مواقع هي أصلا للملحدين وننشر العلم عبر تكنولوجيا رقمية لم تكن موجودة في زمن النبي طيب نتيجتها ما هي هل هل فيها ضلال يعني هل هذا العمل يضل الناس يغوي الناس يحرف الناس عن طريق الله لا بالعكس نحن ندل الناس على الطريق الصحيح إذن ليس بدعة تمام إذن الآن يمكن أن نقول البدعة هي الأعمال التي تتم فيها مخالفة لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام طيب دعوني الآن أقرأ هذا الحديث معكم أو هذه ثلاثة حديث خير القرون القرن الذي بعست في هذا الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام خير القرون القرن الذي بعست في ثم الذين يلونهم القرن الثاني يعني ثم الذين يلونهم القرن الثالث إذن هذه القرون الثلاث الأولى على فكرة فكرة الاحتفال أو تخصيص يوم الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام نشأت بعد القرن في القرن الرابع وما بعده يعني خلال القرون الثلاث الأولى لم يعرف أحد هذا الأمر ولم يخصص يوم للاحتفال بمولده عليه الصلاة والسلام والسبب بسيط أيها الأحبة الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يلتفون حول النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم كل يوم فكانوا معه في صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعيشة وبالتالي كانت حياتهم عبارة عن ذكر لله وتفقه في الدين وتعلم القرآن وتدبر القرآن وأعمال البر والجهاد والإصلاح بين الناس إلى آخره كان هذا نظام حياتهم على مدى 24 ساعة و365 يوم بعدما مضت القرون الثلاثة الأولى كثرت الأموال في أيدي الناس أصبحت الحضارة الإسلامية مترامية الأطراف أصبح خلفاء المسلمين يتقاتلون على الدنيا الأندلس انعزلت لوحدها في المشرق العربي هناك خليفة في المغرب يعني أصبح هناك صراع على الدنيا الجهاد شبه توقف قليلا جدا أصبح ابتعد الناس عن الاجتماع والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وابتعدوا نوعا ما عن الدين فتكونت فكرة لدى البعض بأن يتم تخصيص يوم لإعادة جمع الناس للاحتفال بمولده عليه الصلاة والسلام رأيت أخي الحبيب يعني لماذا لم يحتفل النبي عليه الصلاة والسلام بمولده بكل بساطة لأن النبي كل يوم كان لديه احتفال كل يوم كان لديه ذكر وجهاد وإصلاح بين الناس وكل يوم كان هناك درس علم في كل لحظة فإذن يعني أنا مثلا أجلس هنا ومنذ عشرين ثلاثين سنة أنا كل يوم أجلس لأتدبر القرآن ونادرا ما أذهب للاحتفال بمولد نبوي لأنني أنا أحتفل بطريقة خاصة من خلال تدبر القرآن ونشر العلم النافع فإذن القضية أخي الحبيب ليست قضية بدعة وغير بدعة القضية ننظر إلى هذا العمل ما جلس قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وناس اجتمعوا في بيت من بيوت الله في يوم في السنة يعني كل السنة يجتمعون يوم واحد فقط بقيت السنة لاهية قلوبهم كل واحد منشغل بهمومه وبأكل عيشه إلى آخرين طيب هؤلاء يذكرون الله والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ويقول من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا كل ما قلت اللهم صلي على نبينا محمد اللهم صلي على النبي الأمي اللهم صلي على حبيبنا محمد النبي يرد هذه الصلاة عشرا والله عز وجل يصلي عليك أن يرحمك والملائكة تدعو لك طيب هذا هذا المجلس الذي يجلس فيه الناس لإحتفال بيوم المولد النبوين يا هل ترى أنا إذا أبعدت الناس عنه ماذا حققت أنا يجب أن أفكر أنا قلت للناس إياكم أن تقتربوا من هذا المسجد الذي فيه احتفال في اليوم المولد النبوين طيب أنا ماذا حققت لهذا الإنسان الذي أبعدته عن ذكر الله ولا شيء هو يوم يعني الناس ابتعدوا فخرج أحدهم وخطرت بباله فكرة وانتشرت في العالم الإسلامي أن يتم تخصيص يوم طبعا ماذا يحدث في المسجد أخي الحبيب يوم المولد النبوين ذكر الله ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قراءة القرآن طيب إذا رأينا في مكان أن هناك موسيقى تعزف وناس يمارسون النميمة والغيبة والخوض في أعراض الناس رأينا اختلاط بين النساء والرجال رأينا مشاهد تخالف أمر الله هذه هي البدعة إذن مجرد الاجتماع ليس بدعة أنا قررت أن أجتمع يوم في السنة لأذكر الله بطريقة معينة أنا لا تقول لي مجرد الاجتماع بدعة لا قل لي ماذا يحدث داخل هذا الاجتماع هل هناك معصية لله إذن هذه بدعة هل هناك شرب خمر هل هناك نظر إلى محرم الله هل هناك أمر يخالف أمر النبي إذن هذه البدعة تمام أيها الأحبة وبالتالي أنا لدي حديث هنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على صوم يوم الاثنين التحديد طبعا والخميس ولكن يوم الاثنين أكيد فلما سئل ماذا قال النبي قال عن يوم الاثنين فيه ولدت فيه ولدته وفيه أنزل علي القرآن سبحان الله إذن النبي كان يحتفل بطريقة رائعة جدا أنه كان يصوم لله سبحانه وتعالى رأيتم هذه الطريقة الرائعة لأنه كان يجاهد ويذكر الله ويطبق كل الأعمال الصالحة لم يبقى إلا الصيام نحن اليوم للأسف منشغلون بالدنيا فإذا جمعنا الناس على يوم محدد لذكر الله وقراءة القرآن ولا تتم أي مخالفة في هذا اليوم المخالفة هي بدعة كل ما يتفق مع القرآن والسنة يعني مثلا إنسان جلس يوم المولد النبوي أو يوم الإسراء أي يوم اختار أي يوم قال والله أنا سأذكر الله ذكرا كثيرا طيب هو يطبق هذه الآية في سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا ذكروا الله ذكرا كثيرا إنسان آخر قال أنا سأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سأجلس في مجلس وأصلي على النبي طيب هو يستجيب لأمر الله إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما طيب إنسان جلس في هذا اليوم من السنة قال والله أنا سأخصص يوم في السنة لأتدبر القرآن طبعا هو مقصر هو مقصر ينبغي أن يتدبر القرآن كل يوم ولكن كما يقال يعني هذه حسنة يفعلها ما ينتفع بها أفضل من لا شيء يعني الخير القليل يعني خير الأعمال أدومها وإن قل يعني عمل قليل ولو يوم أفضل من لا شيء طيب إنسان جلس يتدبر القرآن إذن هو يستجيب لأمر الله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبين أقفالها إذن خلاصة هذا اللقاء أيها الأحبة إذا أردت أن تعرف ما هي البدعة أربطها بالضلال أي عمل فيه ضلال هو بدعة طبعا الأعمال المحدثة نقصد الأعمال الغير مألوفة يعني شرب الخمر حرام الزنا حرام إلى آخره ولكن الأشياء الحديثة التي تختلط على الناس النبي وضحها لنا كل بدعة يعني هي ضلالة يعني إذا أردت أن تعرف ما هي البدعة انظر إلى الضلال الذي فيها ستعرف أنها بدعة مادام في يوم المولد النبوي أو يوم الإسراء والمعراج أو ليلة النصف من شعبان أو خذ أي ليلة أخرى مادام اجتمع الناس على ذكر الله وقراءة القرآن مثل الشيخ قال أنا سأخصص الأسبوع الأول من كل سنة لأعطي درسا في الفقه مثلا وهذا يحدث أحيانا أسبوعيا أحيانا كل شهر أحيانا كل سنة لا تستطيع أن تقول له هذه بدعة لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام انظر إلى العمل الذي يقوم فيه إذا جاء إنسان والله قال أنا كل سنة سأخصص يوم لأحتفل بعيد الحب طيب ماذا يحدث في عيد الحب الاختلاط والهوى والعشق والفاحشة إذن هذا هذا ضلالة أما أن تقول والله أنا أخصص يوم لأفرح بالنبي عليه الصلاة والسلام وأذكر الله ولا أخالف شرع الله ولا أرتكب محرما إذن هذا العمل لا يمكن أن نسميه بدعة لأن البدعة ترتبط بالضلالة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق